اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بقصف المحطة النووية الأكبر في أوروبا مسؤولون أوكرانيون قالوا إن المحطة انفصلت عن شبكة الكهرباء عاقب قصف روسي وقالت شركة طاقة الأوكرانية إن القصف الروسي دمر خطوط الجهد العالي المتبقية تاركاً للمحطة المولدات التي تعمل بالديزل فقط لكنها أكدت أن المحطة لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوماً وألحق القصف حسب كييف أضراراً بالبنى التحتية في العديد من المناطق الرواية الروسية مختلفة عن الأوكرانية موسكو قالت إن القوات الأوكرانية هي التي شنت هجوماً على المحطة وأكدت أن قواتها صدت هجوماً للجيش الأوكراني وصفته بالإرهابي هذه الحادثة تأتي بعد ثلاثة أسابيع من محاولة القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على المحطة حسب ما أعلنته روسيا محاولة قالت موسكو يومها إنها تمكنت من إفشالها أيضاً بعد قتال بين الطرفين استمر لساعات التوتر في محيط محطة زابوروجيا النووية بدأ منذ أن سيطرت عليها روسيا في مارس الماضي ومنذ ذلك الوقت لا تتوقف التحذيرات من أطراف عدة على رأسها الوكالة الدولية لطاقة الذرية من كارثة نووية نتيجة القصف المتبادل بين الطرفين واقترحت أطراف دولية تحديد منطقة أمان نووي وحماية أمنية حول المحطة